الصيف راه جاي لما ما كانش بغينا هنا وكفين لهم اليوم هنا باش يشوفوا لنا قضية تعاليمة في أسرع وقت ممكن بعد شكاوي سكان البلدية التميون من العطش بسبب تعرض المولدات التي تدخل ماء لهم للتخريب من مجهولين والي الولايات المنتدبة لبرج باج مختار يشرف على إعادة داخل الماء للبلدية وكذل البدو الرحل لنعرفوا على أن المنطقة التميون تتمون في العادة ابتداء من شهر جويلية حتى الشهر مارس عن طريق الآبار التقليدي المتواجدة بالقرية وعند حلول دائما شهر مارس يوقع انخفاض في منسوب المياه على مستوى الآبار التقليدي المتواجدة بالقرية مما احنا يمكننا أو المطلوب منه هو دخل المياه من هذا المنبع الذي يبعد أكثر من 80 كم على المدينة التميون هذه العملية لقت استحسان أهل البادية وكذل أهل بلدية التميون هذا ما هو نسق به الماشية ونسق به روحنا ونسق به الدارقة وهذا ما هو الأساسي في هذه المنطقة هذا ما نسق به هنا ونسق به التميون ونسق به رئيس بلدية برج باج مختار ورئيس بلدية التميون وسيد والي ويلاء برج باج مختار على هذه المبادرة الكبيرة التي دارونا والعملية هذه تنفع سحب السحرة هنا كما رأيكم تشوفوا كما درنا قبل كان يسحب الخيم كان يسحب البعير ولأجل استمرار فرحة أهل تقاروت وتمياوين يبقى لزامن على السلطة الاستمرار في دخل معالهم أولا وكذا بالتفاتة النوعية في مجال التنمية